اشتركوا في القناة نايكي وائل سجلت اكبر هبوط في جلسة ما اعرف من كم سنة 20-30 سنة بس شفنا هبوط 20% في جلسة واحدة شركة نايكي من اكبر الشركات الامريكية الشركة محترمة جدا ودائما ما نتكلم عنها طبعا البعض لما يشوف سهم بهذا الحجم يهبط 20% في جلسة واحدة يعني تساءل هل هو بني ستوك او لا لكن تتخيل وائل القيمة السوقية لنايكي بعد الهبوط 114 مليار دولار تكلم على هبوط يعني يتجاوز حتى حاجز العشرين مليار دولار ايش اللي صار مثال اكثر من رائع على كيف النتائج المستقبلية من الشركة والتوقعات تأثر كل التأثير على اداء السهم نتائج الشركة عموما يعني صح كان فيه تراجع تراجع في الارادات تراجع في كل شيء فقط الشركة سجلت هامش ربح افضل وكذلك سجلت صافي ربحية افضل ولكن عموما لما نتكلم على نايكي هذا اسوأ تراجع للشركة من ناحية الارادات منذ 15 سنة وبالتحديد اذا استثنينا فترة كوفيد فهذا نقطة مهمة دائما للايجب ان نذكرها فالشركة من ناحية القايدنس السوق ككل كان متوقع انه شركة نايكي خلال الربع الثاني من عام 20-24 تحقق ارادات سلبية او فيها تراجع بالاحرى 3% اللي صار واعل انه الشركة الآن احنا يعني تقريبا في جولاي فالشركة عندها اطلاع على مبيعات ايبريل مبيعات مايو وبالاضافة الى مبيعات يونيو تقريبا بحكم انه التصريح كان يوم 28 يونيو فالشركة فعليا عارفة نتائج الربع أمام عينها مو انها بتتوقع المستقبل فمهد للسوق انه فيه هبوط 10% اللي صار ردة فعل السوق كانت يعني ماعرف يا وائل حس عليك الآن هل كانت مبالغ فيها او لا بحكم انه دائما ما نتكلم على القطاع صراحة تذكر يا عبدالله يعني لما كنا نتكلم على شركة اديداس وكنا نقارنها في شركة نايك الكلام قبل تقريبا سنة شركة اديداس وقتها كانت تعاني بسبب مشاكل البرانديزي وانفصالهم من شركتهم مع كونيا ويست والعديد من المشاكل بالإضافة إلى مشاكل الصين وقتها حتى نايك كانت تعاني انه رادات الصين كانت فيها اشكالية كبيرة خلال هذه الفترة كنا نشوف تقييم نايك كان عالي كان السوق يقيم نايك على اساس انها الشركة اللي دائما تنجح ولا نشوف فيها اي مشاكل لكن الان بدأ السوق يصحح نفسه يعني وقتها توقع كانت شركة تتداول على تقريبا 30 ضعف الأرباح وعلى الرغم انه النمو الإرادات كان ما كان عالي جدا ولا هو كان متوقع انه عالي فأتوقع انه بعد ما السوق شاف العديد من المشاكل من نايك والان شاف انه الشركة متوقع هبوط 10% في الإرادات السوق بدأ يفكر انه ليش نسعر نايك بهذا التقييم المفترض انه الشركة تستحق مكرر أقل فهو فعلا كيوم وليلة نشوف انخفاض 20% الواحد ممكن يقولك السوق مبالغ فيه يعني بالغ في الحركة لكن انا راه من منظور ثاني انه السوق كان مبالغ سابقا في تقييم نايك والان بدأ يكون التقييم اكثر منطقيا لانك لو تقارن اداء نايك باي شركة من القطاع فعليا نايك من الاسوء اداء في هذا القطاع طبعا وال يعني للمستمعين فيه سؤال منطقي اللي هو بحكم انه نتائج كانت سلبية ففعليا ليه صافة ربحية تحسن طبعا فيه ثلاثة سباب مختلفة الشركة مثل ما ذكرت تحسنت هوا مشا كانت 43.5 راحت لل44.7 ففيه تحسن طفيف اكثر من مئة نقطة اساس عندك كذلك الافكتف تاكس ريت او الضريبة اللي على الشركة كذلك قلت فهذا سبب اخر طبعا الأخير اللي له علاقة بالكفاءة الإدارية قللوا من التكلفة الادمن او تكلفة العمالة اللي موجودة عند الشركة بمقدار 300 مليون دولار فشفنا تحسن بقرابة 500 مليون دولار في صافة الربحية عموما السوق ككل وائل بس اضافة للنقطة اللي ذكرتها فعلا يسعر ويسعر المستقبل ويسعر كل شيء لكن لازم نتذكر حتى وان حاولت الشركة ان تخبي موضوع التوقعات السلبية بتحسن صافة الربحية المؤقت مستحيل هذا النوع من الحيل يعني نوعا ما ان نخدع السوق صارت سابقا وائل مع شركات بس فعليا يعني نتائج انا اشوفها اقل من التوقعات بكثير ومفاجأة غير سارة لمستثمرين نايكي طبعا لازم نذكر يا عبدالله ان الشركة سابقا اعلنت عن خطة ريستركشرينج كانت رح توفر للشركة مليارين دولار فالسوق كان متوقع ان الشركة راح تخفض في الادمن كورست حتى كان فيه تسريح للموظفين فمن ناحية الربحية ما فيه اشكالية ولكن هذه كشركة مهم جدا ننشوف فيها نمو في الارادات والان فيه هبوط فيه الوضع تغير عن قبل سنة قبل سنة كنا نقول انه المشكلة في الصين كان فيه هبوط في الصين الان العكس الصين فيها جروث امريكا الشمالية فيها هبوط والاسواق الاخرى فيها هبوط ايضا فيه نقطة مهمة عبدالله على موضوع نايك قبل سنتين تقريبا او ثلاث سنوات الشركة كانت تركز على استراتيجية مختلفة اللي هي الـ أو الـ بحيث انهم يبيعون المنتجات بشكل مباشر للمستهلكين عن طريق تطبيق نايك او عن طريق موقعهم لدرجة انه حتى كانت عندهم شراكة كبيرة جدا مع فوت لوكر لو تتذكر يا عبدالله وانهوا هذه الشراكة او خفضوا الشراكة هذه وانهارة تسهم فوت لوكر ليش لانه شركة نايك كانت تفكر انها رح تخفف من مبيعات الهول سيل ورح تركز على الفول برايس والديتي سي بالنهاية الموضوع ما فاد نايك مثل ما هو متوقع يعني طبعا كانت الفكرة انه رح تزيد هوامش نايك رح تزيد الولاء لنايك وكذلك يعني فيه مميزات اخرى لكن في هذا الربع شفنا هبوط في الديتي سي ريفيديو وشفنا ارتفاع في الهول سيل ريفيديو فيبدو لي انه نايك بدت تتراجع عن هذه الخطة وترجع لطريقتها السابقة يعني بالنهاية الهول سيل ريفيديو مهم جدا خاصة في قطاع مثل هذا يعني مهم جدا انه منتجاتك تكون في محلات كثيرة متوفرة في اماكن كثيرة يعني صحيح انه في عدد كبير من الناس رح يدخل موقع نايك يدور جزمة نايك لكن اتوقع انه في نصفة كبيرة من الناس ما يهمهم ايش البراند فعليا فقط يريدون جزمة معين ويذهبون الى محل يجمع فيكون ملتيبراند فاكيد انه الشركة تأثرت من هذا الموضوع سابقا والآن بدت تعييد النظر فاذا زود من الهول سيل اللي بديهم يزيدون ريفني ولكن بيكون على حساب المارجن والسوق فاهم هذا الموضوع بلا شك والي سابقا تكلمنا عن اديداس لولوليمين والعدي من الشركات الاخرى متى ما كان هناك النتائج لشركة بوما كذلك هنحاول انه نغطيها بحيث يكون في نظرة شمولية على هذا القطاع اللي مهم جدا للشباب والشابات طبعا طبعا عبدالله لازم نقارن نايك مع الاسهم الاخرى في القطاع يعني نايك خلال عام 2024 مع هذا الهبوط اسهم الشركة انخفضت 30% لو نقارنها اسهم اديداس مثلا ارتفعت اكثر من 20% اسهم شركة اون ارتفعت اكثر من 40% اسهم شركة ديكرز اللي تملك هوكا ارتفعت اكثر من 40% اسهم شركة اسكس ارتفعت اكثر من 100% فالقطاع كله الان قاعد يحقق ارتفاعات لانه في عام 2022-23 ما كان اداء جيد للقطاع فالان بدأ يرتفع ولكن نشوف نايك عكس القطاع وتحقق هبوط كبير جدا هبوط 30% على شركة مثل نايك امر غير معتاد ونادر ان نشوفه من شركة مثل نايك 100% بالوائل وبالاكس يعني الامانة ان الشركة الاكبر في القطاع تعاني بهذا الشكل هيكون لنا متابع عليها على سيرة الشركات الكبرى وائل كان في واحدة في الولايات المتحدة امريكية من ناحية الارادات شفنا كذلك مفاجأة كانت غير سارة فايش اللي صار وائل مع وولغرينز ويريت لو تعطينا بريف انترو على وولغرينز طبعا شركة وولغرينز بوتس هي واحدة من اكبر شركات الصيدليات حول العالم طبعا تملك براند وولغرينز تملك البراند البريطاني الشهير بوتس ولديهم اكثر من 13 الف صيدلية حول العالم الشركة الفعالية من اكبر الشركات في العالم من ناحية الريفنيو يعني اتوقع انها مركز تقريبا 18 الشركة اراداتها السنوية تتجاوز 100 مليار دولار ولكن على الرغم ذلك يعني لك انت تتخيل يا عبدالله شركة اراداتها السنوية تقريبا 130 مليار تقيمها فقط 10 مليار ليش؟ لانه الشركة لها فترة في شركة وولغرينز اتوقع قبل تقريبا 6 شهور تكلمنا عن الموضوع هذا للأسف شركة وولغرينز حصل لها مشكلة حصلت للعديد من الشركات انها تركز على ابقاء توزيع الربح حتى في اسوء الظروف حتى وقت كورونا حتى وقت المشاكل في القطاع حتى وقت انهيار ربحية الشركة الشركة استمرت بتوزيع الارباح وحتى عادة شراء الاسهم في بعض انه الكاش يطلع من الشركة في اسوء اوقات الشركة الكاش يطلع بسبب تمسكهم بتاريخ توزيع ارباح بالنهاية طبعا الموضوع ما قدر يستمر وتم تخفيض توزيع ارباح 50% والشركة استمرت في الهبوط يعني خلال هذا العام اسهم الشركة منخفضة اكثر من 50% وعلى فكرة وولغرينز شركة موجودة في مؤشر الداو جونز في الاسمبي 500 في الناس داك 100 في جميع مؤشرات السوق الامريكي شركة وولغرينز بوتس موجودة طبعا شركة وولغرينز لها فترة وهي تحاول انها تبيع شركة بوتس وكذلك لها فترة انها تحاول في تغيير ادارة الشركة وتحقيق ارباح افضل وهنا مش افضل لكن للأسف عبدالله لنا فترة طويلة ما شفنا اي تحسن في شركة وولغرينز يعني وولغرينز من اكبر الشينز اللي موجودة في امريكا منافس مباشر لشركة CVS المعروفة بس شوف وائل يعني فيه نقطة موضوع الديفيدنت اللي تكلمت عليه ترا هنا فيه مثال قوي جدا يجب نتكلم عنه انه سياسة الديفيدنت اصلا مكلفة وتستنزف الشركات بشكل كبير خصوصا محلات البريكن مورتر القديمة ومحلات التجزئة القديمة والكلاسيكية اللي اصلا النمو فيها محدود ودائما يكون عبارة عن افتتاح فروع جديدة المشكلة الموجودة لدى وولغرينز هي مشكلة تقليدية في قطاع التجزئة اللي هي عبارة عن وجود كثير من الفروع الخسرانة او اندر فورمينج وهذا شيء طبيعي يعني في قطاع التجزئة مع اي شركة تتوسع وتكون قديمة حالية شفت صراحة خطة جيدة من ناحية تقليل قدر الامكان الفروع الخسرانة وقصة وهذا اللي انا اقول خطة جيدة توجد شركات ماتت في قطاع التجزئة كانت دائما تحارب على ابقاء جميع الفروع وما عمره ان الشركة تغامر من موضوع الارادات شفنا كذلك خبر وايل يمكن تكلمنا عنه قبل البودكاست يخص الشيف لدى مجموعة حتى بوتس وهذا خبر يعني كذلك كان بالاضافة الى النتائج يعني اللي ساهم وول جرينز ويل منذ بداية العام هبوط 53% يعني اداء كارثي من الشركة فعلا يا عبدالله طبعا زي ما ذكرت الشركة كانت تحاول انها تبي قسم بوتس يعني بوتس على فكرة يعني براند عالميا موجود وله يعني سمعة تاريخية خاصة في بريطانيا فرئيس بوتس يبدو انه والجرينز لا تنوي بيع بوتس الان قبل تقريبا سنة كانت في خطة لطرح بوتس في السوق البريطاني كانت في خطة لبيعها لكن يبدو انه ما صار شيء الى الان طبعا شركة والجرينز الان لديها العديد يعني ديون كثيرة جدا اكثر من 30 مليار دولار ديون الشركة يعني اكثر من القيمة السوقية بثلاثة ضعاف فأتوقع انه الشركة لازم انها تبيع احد الاقسام وكذلك بيع اسهمها في الشركات الاخرى اللي يتملكها طبعا تاريخ والجرينز تاريخ مليء بالاستحواذات والاندماجات فتوجد العديد من الاصول وحتى براندات بعض البراندات المكياج بعض البراندات السكين كير مملوك الوالجرينز فكل هذه البراندات لها قيمة كبيرة ولكنها لم لم يتم استغلالها الى الان على رغم ان الشركة في اسوأ وضع ممكن يعني حتى صحيح انه لديها اصول كثيرة ولكن ديونها فعلا كثيرة جدا بس نقطة اخيرة على تاريخ توزيع ارباح شركة والجرينز الشركة لها اكثر من 90 سنة وهي توزع ارباح للمساهمين باستمرار ولها اكثر من 47 سنة ترفع توزيع الارباح فبسبب هذا التاريخ الطويل الشركة حاولت قدر المستطاع بابقاء توزيع الارباح وزيادته وهذا كان سبب انهيار الشركة لانه فعليا خاصة وقت كورونا كيف الشركة توزع ارباح وهي كانت خسران مليارات الدولارات كان الموضوع غير منطقي وذهبت اموال او خرجت اموال من الشركة وهي كانت مليئة بالديون والمشاكل فكانت صراحة قرار اداري غريب جدا من شركة والغرينز وهذا درس على موضوع الديفيدند انه حتى لو شركة لها تاريخ خمسين سنة بزيادة توزيع الارباح الشركة في يوم وليلة ممكن تحصل مشكلة والادارة ما يحلونها ويقررون ويوزعون ارباح للمساهمين فقط لاستمرار الموضوع بلا شك ولنا عودة القطاع عموما مثير الاهتمام في امريكا بالتحديد شركة سيفيس كان فيه خبر آخر هذا الأسبوع مثير الاهتمام والصراحة بحكم المتابع الكبير القطاع فالخبر انا متكد انه حيثير اهتمام الكثيرين شفنا استثمار من شركة فولكسواجن الألمانية بتعهد بمقدار خمسة مليار دولار بدأ باستثمار مباشر بمليار دولار في شركة ريفين المصنعة للسيارات الكهربائية شركة ريفين طبعا منافس مباشر لشركة تسلا رغم تمركز الشركة في قطاع الاس يو في والتراكس السيمي تراكس كذلك اكثر من تسلا بس شفنا تقريبا يعني تقدر تقول نوعا ما كأنه جونت فنشر شفنا تصريحين من السي اوز الاثنين للشركة تعاون كبير جدا منهم مبلغ كبير ورهان كبير من في دبل على السيارات يعني منذ فترة طويلة ونقول يعني ليه ما يكون في بينهم وبين بعض الشركات تعاون بحكم النوهاو والتركيز يعني الصراحة لما تيجي شركة مثل ريفين البريد ان بوتر او تركيز الشركة الفعلي هو السيارات الكهربائية في المقابل في دبل مجموعة املاقة ذو تاريخ طويل عندها كثير براندات مختلفة من اعلى شيء في اعلى الرفاهية اللاكجري لأسرع سيارة في العالم البوغاتي الى حتى شركة سكودا الشيكية فعندك تنوع عجيب غريب من ناحية انواع السيارات المختلفة فاستثمار خمسة مليار دولار يعكس رغبة واهتمام كبير جدا من في دبل وبالقطاع وكذلك للامانة رهان كبير جدا على 20% لنايكي في جلسة شفنا الافتر اورز لسهم ريفيان طلع السهم باكثر من 40% في الافتر اورز وهي تداولات ما بعد الاسواق نعم حجم التداول في الافتر اورز دائما حجمه اقل فسهل ان السهم يطلع بس كان مفاجأ سارة جدا لمستثمري ريفيان وهذا النوع من الاخبار لما الشركة تكون بتتنافس في قطاع قاعد يعاني منذ مو بداية السنة حتى من قبل بداية السنة شفنا تأثير كبير على كل اللاعبين الموجودين في القطاع في المقابل تأجيك خبر يعني لايف لاين او خط انقاذ بهذا الشكل فعليا ردة الفعل تكون اكثر من رائعة مو انا كلام انو ريفيان تعاني كثير مقارنة ببعض ايش رأيك وائل بخصوص هذا الخبر اللي كان سار اتوقع يا عبدالله جزء كبير من الارتفاع كان الشورت سيلرز يطلقون الوزيشن لانه ريفيان يعني لها يعني في نسبة كبيرة جدا من الشورت تقريبا الشورت 20% وعلى الفلوت اعلى من كده فخاصة وقت افتر اورز هو وقت يعني اغلب الصناديق تتقرر انها راح تخرج من هذا الشورت وبالنهاية شفنا انه السهم بدل ما هو يرتفع 40 و45 بالمئة بالنهاية يرتفع 23 بالمئة واليوم ما بعد الخبر يعني كان فيه هبوط لأسهم الشركة طبعا ريفيان الشركة الوحيدة اللي وصلت قيم 100 مليار بدون ارادات توقع هذا الموضوع يعني راح يخلت في 100 مليار دولار بدون اي ارادات اي فأتوقع هذا الموضوع راح يخلت في تاريخ الشركات واليوم تقييم الشركة توقع 12 13 مليار دولار يعني السوق دام يبالض القطاع صعب اتوقع العديد من المستثمرين يعني تعلموا درس انه هذا القطاع قطاع يتطلب راس مال عالي جدا وربحية ضئيلة وهذا احد الاسباب ليش يعني ممكن قبل الـ EVs كنا نشوف شركات السيارات تتداول على المكررات 6 7 8 لبعض كان مستغرب ليش شركة مثل BMW تتداول على هذا المكرر القطاع هذا صراحة لا يستحق مكررات عالية لانه يتطلب راس مال عالي جدا وربحية ضئيلة سارة كهربائية مكربحيتها مكررات عالية يعني وائل بلا شك انه شركة مثل تسلا تعاني 10-12 سنة حتى انها تصل للربحية يعني مثاله درس امام الجميع على مدى صعوبة هذا القطاع البعض يقول القصة مختلفة عندنا عندنا ميزة تنافسية حماس كبير وائل تذكر جيدا حتى كان فيه كلام بعض الشركات الصينية يعني فيه مستثمرين اعرفهم شخصيا وكذلك موجودين محللين كانوا يقولوا شركة مثل نيو ممكن ترخهم 100 مليار دولار تقييم تكلم ماركت كاب فهذا النوع من التوقعات نعم يكون مقبول من المستمعين وقت البابل وقت الجنون بس فعليا لما نجي لأمر الواقع صعب جدا تسكيل في عالم الايفيز وانك تصل الى ملايين السيارات لعبة تسلا لما بدأوا يعدوا المليون وصلوا الى 2 مليون بدأنا نشوف المتاعب الفعلية بدأت للشركة وهذه السنة لازم يصل الى 2 مليون فمن ناحية هذا القطاع هل بيستمر في المستقبل بلا شك بس كهير لاعبين بيخرجوا منه شفنا فسكر شفنا غيرهم بس عموما خبر رائع وائل لريفين انا اعرف ناس شخصيا كثير مستثمرين في الوسد طبعا موضوع تسلا عبدالله يعني ما تقدر تقارنها بالشركات الاخرى صراحة يعني الشركة لديها طبعا البزنس السولر وكذلك لديها الهيومينويد بزنس وايضا البزنس القيادة الذاتية والسوق طبعا مسائرك لهذا الموضوع وحتى طلعت ارقام من إيلون موسك ان الشركة رح تصل الى تريليونات الدولارات بسبب بزنس الهيومينويد روضوتس طبعا إيلون موسك الرئيس التنفيذ الوحيد اللي يقدر يقول هذا الكلام في تويتر والسيسي ما يحاسبون لانه القضايا اللي بينهم يعني لا تعد ولا تحصى فتوقع انهم فقدوا الامل حتى كتب تغريدة إيلون موسك انه يعتقد اي احد يستثمر الان في تسلا رح حقق عوائد جدا ايجابية خلال الفترة القادمة يعني قانونيا ما توقع تغريدة مثل هذه مسموحة لكن غالبا ما رح نشوف اي قضية ضد إيلون موسك لانه القضايا ضد إيلون موسك من الاسيسي يعني لا نهائية والمه خوض في موضوع إيلون موسك والاسيسي لانه فعليا نقدر نتكلم عنه ساعات بس نقطة أخيرة أي رهان من شركات بارزة في الـ EVs على الشركات الأخرى سواء كانت ريفيان لوسيد أو غيرها نوعا ما السوق يشوفوا أنه رهان على مدى فاعلية وميزة تنافسية للشركة فأري نقطة مهمة جدا يجب وضع فعين الاعتبار وأنا أتوقع مستقبل ممكن شوف هذا النوع مع شركة ألفابت جوجل سابقا وهي قاعدة تطور في القيادة الذاتية كان عندهم مشروع بالتشارك مع جامعة ستانفورد كان عبارة عن اسمه ويمو ويمو للي ما يعرفه مشروع قيادة ذاتية بدأ عام 2009 كلم على 15 سنة منذ فترة طويلة جدا وما شفنا ما سمعنا أخبار عنه بدأوا في منطقة في شمال كاليفورنيا في سان فرانسيسكو بالقيادة الذاتية حاولوا قدر الإمكان وصلوا لليفل جيد من القيادة الذاتية وصلوا لليفل اثنين او ثلاثة اذا ما خبضني وصلوا ثلاثة في جودة عالية جدا ولكن عموما من ناحية الخبر الإيجابي هو إتاحة الخيار لعموما الناس في سان فرانسيسكو سابقا وكذلك في أريزونا كان فقط كان فيه يوجد تجارب في شوارع محددة معينة حاليا وائل نشوفنا فتح هذا المجال او تجربة القيادة الذاتية للموجودين ممكن وائل بس كذا بريف سريع على القيادة الذاتية من ناحية what should we expect ويش موضوع الروبو تاكسي اللي الكل يتكلم عنه توقع هذا بزنس رح يكون عملاق جدا يا عبدالله ويعني في المستقبل القريب ممكن يكون شيء غريب جدا انك تسوق سيارتك فعليا طبعا ويمو اداءها ممتاز جدا مقارنة بشركة كروز المملوكة من جنرال موترز وفعليا من ناحية القيادة الذاتية ويمو هي الافضل في العالم الى الان حتى تسلا ما شف نفس اداء ويمو وكروز كان لهم رخصة في كاليفورنيا وتم سحبها بسبب عدد من الحوادث فبالمجمل يبدو انه ويمو رح تفوز الموضوع هذا طبعا موضوع ادارة الحجوزات هل رح تدخل اوبر او ليفت هذا ايضا موضوع اخر لانه مستقبل اوبر وليفت معتمد كليا على هذا الموضوع لانه اذا اصبح موضوع انك تسوق سيارتك امر غريب الناس رح تحجز السيارات القيادة الذاتية لكن اذا اوبر وليفت ما تملك هذا البزنس ايش رح يحصل لهم ويل اذا في رهان على انه شركة اوبر في يومنا الايام تصبح شركة تريليونية هيكون الرهان على القيادة الذاتية انت فعليا بتشيل فاكتر او اكثر عامل تكلفة موجود لدى الشركة اختفي تماما بسبب تطور البشرية والشركة وقتها ممكن نشوف جزء من جنون نيفيديا في اوبر طبعا انا بتكلم على سيناريو مثالي لشركة اوبر سيناريو كثير من الناس في سان فرانسيسكو والبي ايريا اراهنوا عليه مستقبلا انه هيصير وهذا سبب تواجدهم ما زالوا الى اليوم في شركة اوبر فهذا النوع من الاخبار وان كان عادي للمستمع بحكم انه في سان فرانسيسكو كده بس خبر املاق لشركة مثل اوبر اللي دائما ما تنتظر هذا النوع من الاخبار طبعا ويمو جزء كبير منها مملوك لجوجل اوالفابت يمكنك اكثر من 80% من الاسهم سابقا شركة ويمو كان تقييمها 200 مليار دولار في احد الراونز كان موضوع غريب جدا ولكن في 20-20 جمعوا اموال على تقييم 30 مليار تقييم اكثر منطقيا كان فيه هبوط كبير في التقييم حتى في الاسواق الخاصة كان فيه هبوط كبير للشركات طبعا فيه شركة أوتونيشن تملك جزء من ويمو مطروحة أوتونيشن لقيمتها فقط 6 مليار فاتوقع اذا احد يريد الرهان على شركة ويمو ممكن تقدر تستثمر في أوتونيشن بدل ما تشتري اسهمها اسهم ويمو بشكل باشر خبر آخر سار هذا الاسبوع وائل شفنا شركة سادسة تنضم الى نادي الـ 2 تريليون دولار يعني لما نتكلم على 2 تريليون دولار تكلم على تقييم عملاق جدا فقط عبر التاريخ 6 شركات تجاوزته والمفاجأ وائل انه شركة ارامكو السعودية كانت اول شركة عبر التاريخ تتجاوز تقييم 2 تريليون طبعا الـ 1 تريليون اذا ما خاب ظني وائل وصحح لي كانت شركة الشركة الصينية بترو كانت الاولى عبر التاريخ اللي كانت شركة تريليونية والبعض اليوم يقول اين شركة بترو تريليون فهذا مو موضوعنا بس بترو تريليون الاولى عبر التاريخ عبر 1 تريليون شركة ارامكو الاولى تاريخيا في ديسمبر 2019 تجاوزت حاجز الـ 2 تريليون عندنا كذلك ابل في اوغسط 2020 دخلت نفس هذا النادي في قمة جنون عام 2021 نفيديا طبعا الخامسة قبل امازون انضمت الى هذا النادي قبل 3 اشهر في مارس 2024 واخيرا الان في يونيو 2024 شركة امازون تصبح السادسة حاليا وليس عبر التاريخ السادسة عبر التاريخ فعفوا صراحة اداء ممتاز من شركة امازون تذكر عبدالله الربع اللي تكلمنا فيه عن الشركة كان جدا ممتاز صافر بحية 10 مليار دولار الشركة متوقع اليرادات من المتوقع اليرادات ها راح تصل الى اكثر من 640 مليار دولار خلال العام القادم يعني حتى ممكن قريبة جدا من منافسة والمارت الى الان ممكن تكون هي اكبر شركة في العالم ولكن ممكن الموضوع يتطلب اكثر من سنة بالمجمل اداء جدا ممتاز من امازون حتى لو تشوف توقعات المحللين لكن تتخيل عبدالله المحللين تتوقعون انه في عام 2026 الشركة راح تحقق 100 مليار دولار تدفقات نقدية حرة اكثر من مايكروسوفت اكثر من ابل في عام 2023 فيعني في توقعات جدا ايجابية لشركة امازون فطبيعي انك تشوفها تعد تقييم 2 تريليون وحتى على طار امازون هذا الاسبوع في اخبار عبدالله ان الشركة تنوي اطلاق موقع امازون للمنتجات المخفضة منتجات راح تأتي بشكل مباشر من الصين راح تنافس شيئن وتيمو وهذه المنتجات راح يتم توصيلها مباشرة الى المستهلكين ما راح توصل الى ويرهاوس في امريكا طبعا فيه امر مهم جدا انه ليش ما راح توصل الى ويرهاوس في امريكا لانه بحسب الضرائب الامريكية اذا تم شحن شيء اقل من 800 دولار يكون مع فيه من الترفس الامريكية فشركات مثل شيئن وتيمو استغلوا هذا الموضوع فهذا احد الاسباب ليش لما تطلب شيء من هذه الشركات الموضوع ياخذ وقت طويل لانها شحن مباشر ولا يكون في ويرهاوس خاصة في امريكا يعطيكم العافية لحسول الاستماع كان معكم والمطلق وعبدالله مششاك في حلقة من بودكاست النشران المالية بإذن الله حلقة جديدة كل يوم معتراب ملا